لو انت لسه فتح الفيديو ده بتاعي جديد واول مرة تشوفني يبقى انت حظك حلو النهاردة لان النهاردة عندنا حلقة جديدة من سلسلة المواقف اليومية السلسلة اللي بتتعلم فيها انجليزي من غير جرامر ومن غير تعقيد بديك شوية جمل في مواقف معينة بتروحين تواخد الجمل دي تروح جاه راح ايه طلقهم بقى في الموقف المعين ده وخلاص على كده معنا النهاردة موقف جديد وهو او في المطار اشهر الجمل واشهر المعاني اول كلمة معانا بنغلط كتير جدا في نطقها هي كلمة هنقول عليه بازبورت او بازابورت ايان كان المهم اسمه بازبورت الشنط او الحقائب بتاعت الصفر اسمها باجيج او لاجيج باجيج او لاجيج المكان بقى اللي انت بتستلم في الحقائب بتاعتك بعد ما بتوصل من راحة التيارات اسمه باجيج كليم باجيج كليم عاوز تقولهم فين المكان اللي باخد منه الشنط جملة بقى هتسمحها كتير قوي في المطار ومعناها انك تحط الشنط بتاعتك في السير او المكان اللي حينقلك الشنط دي للطيارة فاللو عاوز مسلا تسأل تقولهم انا ممكن احط شنطي فين عشان تروح الطيارة تمام في بقى نوع كمان من النوع الشنط يسمو carry on او carry on bag يعني الشنطة اللي انت ممكن تشيلها على دراعك وتطلع بيها الطيارة عادي خالص carry on bag وعادة شركات التيرونة والايرلاينز بيسمحلك بشنطة او شنطتين حسب الباليسي او السياسة بتاعتهم اوكي carry on bag carry يعني بشيلها على كتفي carry on bag تحجز تذكار التيرون اسمها بالانجليش book a flight ticket book الكتاب معناه يحجز برضو اوز احجز تذكار تيرون i wanna book a flight ticket i wanna book a flight ticket حقا ستبقى التذكار بتاعتك انت عاوز تعرف نوحها ايه عندك one way ticket يعني تذكارة ذهب عندك return ticket تذكارة عودة وممكن تحجز الاثنين مع بعض اللي انت عارف هتروح امتا وترجع امتا ودي اسمها round trip ticket وعددنا بتبقى رخص round trip ticket تطلع بقى علامة الطائرة اسمها board plane board plane when will we board plane هنطلع امتا على الطائرة board plane عشان كده وقت الصعود على الطائرة وده عادة بيكون مكتوب على التذكارة اسمه boarding time boarding time الوقت بتاع المغادرة اسمه departure time والوقت بتاع الوصول اسمه arrival time انواع بقى رحلات الطيران في عندك رحلة مباشرة يعني بدون توقف ودي اسمها non stop flight direct direct يعني مباشرة direct flight ودي عادة بتبقى غالية عندنا كمان في بقى layover flight layover flight يعني رحلة فيها توقف بس مش لازم توقف وتغير الطائرة لو انت هتغير الطائرة بقى عندنا نوع ثالث اسمه connecting flight اللي احنا بنقول عليه ترانزيت هنعمل ترانزيت في ميونيخ مثلا وبعدين نطلع على سحل العج ايا كان مهم connecting flight connecting flight يبقى عندنا direct flight عندنا layover أو stopover flight وعندنا ثالث حاجة لو انت هتوقف وتغير مع طائرة تانية اسمها connecting flight انواع بقى المقاعد جوه الطائرة ذات نفسها بيبقى عندك نوعين اساسيين نوع aisle seat يعني تبقى قاعد في الوسط كده الكرسي بتاعك في الوسط وعندك window seat يعني الكرسي بتاعك يبقى جنب الشباك عشان لو حبيت توقف وتنط مثلا اوكي يبقى عندنا aisle seat window seat خلاص من الجمل بقى اللي هتسمحها وانت على متن الطائرة وانت خلاص في الجو جملة where airborne هتسمح flight attendant اللي هي المضيفة flight attendant بتقولك we're airborne يعني احنا خلاص في الجو we're airborne هتسمحها كمان وبكرة تفتكرني بتقولك fasten your seat belt fasten يعني اربط your seat belt يعني حزام الامان بتاعك fasten your seat belt هتسمحها كمان احيان بتقولك stow your bag in the overhead locker stow your bag in the overhead locker stow your bag in the overhead locker يعني stow يعني حط يعني حط الشونت بتاعتكو في overhead locker اللي هو المكان اللي بيبقى فاضي فوقيكو دا وتحطه في الشونت stow your bag in the overhead locker please هتسمحها كمان احيانا بتقولك we will take off in five minutes take off يعني يكلع اطرا تطلع we will take off take off in five minutes احيانا هتسمح in the flight is cancelled the flight is cancelled يعني الرحلة بتاعتك اطلقت واحيانا هتسمح كتير قوي the flight is delayed يعني الرحلة متأخرة the flight is delayed قديني بقولها لك من دلوقتي وعشان متحسش انك حمار يعني لا انا حنشاهد حنسمع الشهادة ان شاء الله في شوية تجهزة بقى كده ممكن تشوفهم وانت في المطار وحبيت اقولك عليهم الجهاز الاولاني اللي هو body scanner body scanner يعني الجهاز بيمسح جسمك كنت فيه عشان يشوفه معك ارهابي انت معك اي حاجة وفيه كمان metal detector metal detector يعني بيبحث عن المعادن جهاز تاني بيحاول يشوف معك معادن ولا لا metal detector فيه كمان vending machine ودي بقى بتبقى عبارة عن يعني حاجة زي كشك كده بتحط فيه عملة بيطلع لك كنز بيطلع لك شيب سي انتوا عارفين vending machine دي اغلب المواقف اللي كانت ممكن تحصلها كوي انت في المطار لو الفيديو عجبك اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة